ننتقل الآن إلى مرسيم الكلمات المبارمجة لمنعه هذا اللقاء فأولى الكلمات هي كلمة السيد الرئيس سانوية فيما المرسيلي الإعدادية في الهتفادة المشكرة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف المقصدين السيد داشا المدينة المحترق السيد العميد الإقليمي في مقرية الحمد في مدينة مصيدة المحترق السيد مار إبغال غفة زيتي الأتن ويال أندري دوماس للفوريس السيد أحمد المصلوحي كوردناتور للفرق المريا للفرق بيرجي السادة المدارة والسادة الأساسي للسادة القراص العملي عزيزتي تلمينات والتناغين الحضور الكريم في الواحدة باسمه وصيفته مرحبا بكم في هذه الصبحيات التربوية الحضور الكريم باسمي وإيابة عن قدر وتلميذات وتنبيذ وجمعية آباء وأولياء أمور التنميذ المؤسسة نعلن بالبداية تضامننا المطلق مع الشعبي البلشيفي الصديق وعائلة ضحايا الإرهاب الذي تعرضت له مدينة بريمسين صباحا يوم ثلاثة 22 مصر 2016 ونستنكره بشدة هذا النجوم الإرهابي الغاشي الذي يضربه عرض الحائر القيم والمبادئ الإسلامية والإنسانية والمواتيق الدولية المتفق عليها أيها الحضور الكريم نرحب بكم جميعا في هذا اليوم الربيع الجميل ونشكر المؤسسة البلجيهية أتين هوية أندري توماس دو فوريس على هذه المبادرة التربوية احتفالا بمرور خمسين سنة على هجرة المغالبة إلى الديار الملجيئية ونهدف إلى إبرامي اتفاقية اشتراكة مع مؤسستنا قصد تنشيط الحياة المدرسية وتبالل الخبرات والتجاري من جهة وتقوية أواصل التواصل والتفاعل التقافي والمعرفي بين أطر وتلاميذ المؤسستين الحضور المحترم أمالنا كبير في السير قدما لهذه الشراكة خدمة لتربية والتعليم وخدمة لناشئتنا التعليمية بين البلدين عاشت المملكة المغربية وعاشت المملكة البنجيكية دولتين صديقتين وقبل أن أختيب لا بد من الإشارة أن هذه الاتفاقية لها إطارين إطارها الخاص الذي لا بد أن أدخله لأن هذه الاتفاقية كانت في البداية مجرد متمنية ولو بدأ أن أشكر الصديق والزميل أحمد مصطحي لأنه عند لقائنا في الصيف الصيف الماضي كنا نتجالب أطراف الحديث عن هموم التربية وعن هموم الشأن التعليمي ومن نسبة صديق أحمد مصطحي ومن أبناء مدينة هذه المدينة وزميل في الدراسة وزميل في العمل الجمعوي لأننا لا نشتغل منشطه في المنظمة في الشيخ المغربين ومنذ أن وصلنا أخذنا البكاروريا كل واحد يخذت تيجاه لهم ومنذ ذلك الحين لم ألتق لي إلا السنة الماضية وعند الاتحاء مع بعضنا البعض تجادبنا أطراف الحديث مع بعضنا البعض وأبدأ استعداده لكي يكون هناك شراكة بين المؤسسين المؤسسات التي يعملون بها كامتساد الاقتصاد في بلجيقة وفي بروكسيل والمؤسسات التي بطبع الحال أشتغل بها إذن فكانت هذه الممادرة التي كانت حلما وأصبحت واقعة الإطار العام هو كما جاء في انتفاق يدي الشراكة لمرور 50 سنة احتفالاً من ضرور 50 سنة على هجرة المغاربة إلى بلجيقة إذن شكراً للمؤسسة بلجيقية على هذه الشراكة وتحيي حارة لجميع والسلام عليكم